سورة وصفها الكثيرون بالقاتمة عكسها تعاطي السلطة في لبنان مع الانفجار في مرفأ بيروت بعد سنتين على وقوع جسدها مشهد انهيار أجزاء من صوامع القمح في المرفأ مؤخرا في ظل عدم تحرك السلطة لمكافحة الحريق المشتعل فيها وقناعة أهالي ضحايا الانفجار بأن السلطة السياسية تستخدم كل أسلحتها لعرقلة التحقيقات وتمسي الحقيقة وحماية المسؤولين والمطلوبين سواء بالدعاوى وطلبات الرد والتعسف باستعمال الحق أو اللعب على وتر الطائفية والتلويح بحرب أهلية وكما تنتظر هذه السلطة أن يأتي الحريق على الصوامع لتنهار وتغلق القضية فإنها ترهن أيضا على أن يؤدي مرور المزيد من الوقت على الانفجار إلى طي هذا الملف في ظل تعطيل التحقيق وإدخال القضية في موت سريري ويبرز هذا بشكل واضح من خلال الدعاوى القضائية وطلبات الرد الكثيرة منها ما أدى إلى تجميد عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار منذ أشهر وتعطيل حركة الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتوازى ذلك مع استمرار احتجاز موقفين بلا محاكمة في وقت يترك فيه الجرحى لمدوات إصاباتهم على نفقتهم ومنهم من توفي هذه السنة بصمت بينما توزع المساعدات بشكل غير عادل ويؤمل الجرح الأجانب والفئات المهمشة كل ذلك إلى جانب تلكء دولي فاضح بالتعاون لدعم التحقيقات المحلية بينما يفاوض الخارج السلطة المسؤولة عن التفجير لمساعدتها في وقف الانهيار المالي منظمة العفو الدولية وصفت مسار التحقيقات المحلية بالكارثي فهو يتسم بالإعاقة المتعمدة التي تمارسها السلطات اللبنانية حيث تواصل الوقوف في وجه محاولات القاضي استدعاء المسؤولين السياسيين بهدف حمايتهم وتتابع المنظمة أن عائقين أساسيين يعرقلان مجرى العدالة الأول يتمثل بالشكاوى القضائية المضادة التي تجمد التحقيق كل فترة أما الثاني فيتصل برفض السلطات وتأخيرها طلبات رفع الحصانة عن مسؤولينه كانوا ولا يزالون في مراقز سلطة محورية بعلاقتهم مع التفجير كذلك بيّنت العفو الدولية أنها ستعيد الطلب القديم الذي لم يستجب له بإرسال بعثة تحقيق دولية لتقص الحقائق في الانفجار وإلى أن يتحقق ذلك يبقى ضحايا الانفجار رهينة الصراع السياسي في لبنان صراع كان ولا يزال المواطن اللبناني أول ضحايا ترجمة نانسي قنقر